بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العشف المرسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آآ كل عام وحضراتكم طيبين وبخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك. آآ عده الله عليكم باليوم والخيرات والبركات. تلاحظوا طلابي الاعزاء طلاب آآ بكالوريوس قسم الهندسة الميكانيكية. آآ ان في تيم ظهر عندكم جميعا. آآ على حسب كل واحد على حسب آآ شعبته او تخصصه. خاص بمشروع آآ السنة الاخيرة او مشروع التخرج. ففيه هتلاقي فيه تيم خاص بشعبة الهندسة الصناعية. تيم خاص بشعبة ميكاترونيك. تيم خاص بشعبة انتاج. طبعا مش كل واحد للقدر على الدخول على كل على حسب انتسابك لانت اي شعبة. ان لو انت شعبة انتاج هتقدر تخش على او تشوف فقط الخاص ببرودكشن. فانا لو دخلت مسلا على التيم الخاص بآآ وده اللي هشرح عليه وبشرح طبعا ليه آآ سادة وزملائي الاعزاء عضائي التدريس. وطلاب الاعزاء. وزي يستخدموا آآ هذا التيم الجديد في التواصل مع طلابهم في المشروع. وكمان التواصل مع لجنة المشاريع. فبنخش على التيم الخاص بيه الاندسترل آآ انشينيرينج برانش. آآ هنجد ان في عندنا سكس تشانيلز. والكل تشانيل بيبقى خاص بجروب معين من المشاريع. يعني ستة دول معناهم ان احنا عندنا ست مشاريع هندسة صناعية. المشاريع الخاصة بيه هي المشروع رقم اربعة ونشاريع خمسة. وبالمناسبة ده الكود الخاص بكل مشروع. يعني كل مشروع من مشاريع الهندسة الصناعية بتبتدي بالاندسترل شرطة عشرين واحد وعشرين شرطة وبعد كده من واحد لستة. يعني ممكن تكون انت مشروع رقم واحد رقم اتنين رقم ثلاثة. وكل واحد عارف طبعا ايه? اه او هيبعارف هو طبع اي مشروع والكود ده مفترض ان انت تكتبه على اي او اي مستند او اي نموذج آآ مطلوب ان انت تحدد فيه او تشوف فيه آآ الرقم الشعبة بتاعتك. يعني لو تحدد مسلا معاد الامتحانك الامتحان بتاعك فالجدول المناقشة ان شاء الله هيكون مكتوب فيه الكود ده. وبالتالي تعرف ان انت انت خاص بهذا ايه? المشروع. فلو دخلنا مسلا على عشان نقدر زين يتعامل معاه. مشروع رقم اربعة. فهنجد عندنا هنا كده في الصفحة الرئيسية. وده على فكرة دي آآ دي يعني ايه خاصة ومقفولة على الاعضاء بتاعتها فقط. يعني مش اي حد هيشوف الكلام اللي موجود جوه اربعة او اربعة. آآ خلاف الاعضاء او المنتسبين لآآ المشروع رقم اربعة. وهكذا بالنسبة لخمسة او اي 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 شانل. فلو فيديو نزل في ماتيريالس نزلت فدي آآ او في ميتنج حصل. فآآ ده بيتم آآ داخل اعضاء الجروب فقط. اللي المشروع نفسه. طيب. لو انا اعضو هاي التدريسة عايز احط اعلان مثلا لطلقة بتوعيه. سهل جدا اقول نيو كونفرزيشن واكتب هنا ازود دي كده واكتب عنوان سبجيكت واكتب الموضوع. آآ وبعد كده اقول له ايه? اقول له سن. طبعا اقدر استردن كل الحاجات يعني انا مش بشرح ازاي نتعمل مع تيم. لأ ازاي نتعمل مع الجديدة داخل تيم. وبعد كده بقول له ابعط. لو انا مش عايز ابعطه خلاص اقفل. آآ عايز احط ملفات للطلاب بتوعيه. فباجي هنا كده اقول له فايلز. وهنا بآ انا عامل مجموعة من الفولدرز الخاصة بالطلاب بتوعيه. كل خاص بموضوع معين ودي الملفات اللي انا خططها لهم. بمجابة بس هنا باجي هنا اقول له لو عايز اعمل الى اخير. لو عايز اعمل ابلود لملف من الملفات. مسلا. آآ اعايز اعمل ابلود لاي ملف ارفعه للطلاب بتوعيه. هنا مسافاجي بقول له ابلود يا اما ارفع او فولدر. نفس الشيء اللي احنا او اللي حضرتكم بتعملوه في العادي. آآ مع قيمة ازاي ترفع ملفات خاصة بالطلاب. طبعا لو انت عايز تعمل لأي حاجة من الحاجات دي. مجرد حاليك بتختارها كده. وبيتقول له آآ طبعا في امكانية بالنسبة لنا اللي نعمل الملفات دي ممكن احنا نعمل فيها طالما مش في فولدر اسمه يعني دايما الملفات اللي هي ما ينفعش تدمسح آآ او تعمل فيها هي اللي موجودة في آآ هنجد ان في آآ تاب هنا اسمها وهنجد جواه فولدر اسمه دي اللي هي يعني ما فيش طالب يقدر ان هو يشيلها او يعادل فيها او الى اخيره. ففي الكلام ده بالنسبة لكل طلاب الهدفة الصناعية او بالنسبة لكل الطلاب كل واحد في بتاعه. اللي هي في مجموعة من ملفات آآ انا شايف انها مهمة جدا. ملفين خاصين به ازاي بتعمل المشروع بتاعك. والخطوات بتاعته والفورمات والتقارير تكتبه ازاي. كل حاجة كل حاجة عن الوضع. وفي هنا تلات نمازج. نموذج الاولاني النموذج التاني النموذج التالي. اللي لو عايز تفتح ايه نموذج او تعمل اول داونلود فمنتها سهولة. آآ بادوس عليه كده او اقول له داونلود. او ان انا افتح هنا كده. هو ملف بيتفتح آآ قدامي. ده توصيف مشروع التخرج. ده طبعا بيتعامل في حالة آآ لو البداية خالص وما فيش اي آآ عايز توصف المشروع بتاعك. اسم المشرفة او المشرفين من داخل القسم. آآ من خارج القسم. آآ آآ عنوان المشروع. آآ وصف مختصر للمشروع. آآ مواصفات او متطلقات الطلقات الراغبين في تسجيل هذا المشروع. يعني دي دي مشاريع المفترض. ان القسم هو اللي بيعرض او الشعب هو اللي بيعرضها على الطلاب. على طلابه. آآ او على الطلاب عموما. بدليل ان انت هنا ما بتلاقيش في النموذج ده اسماء الطلاب. فانت لو حريص ان انت تشترك في المشروع ده آآ بتقدم النموذج التاني. مش الاولان. فده ده المفروض اللي هو مين اللي بيعمله? مين اللي بيعبيه? مش انت خالص. ده القسم او آآ المشرفين او عضاية ديس المعودين في القسم. اوكي? آآ خلاص انا خلصت الفايل ده. آآ برجع تاني. اقول له هنا. نرجع تاني. الفايل او النموذج التاني. هو او انا وده اللي انا بعته لحضراتكم هو نموذج اتنين. ونموذج تلاتة. بعته لكم كلكم يعني. مش لمجموعة مؤينة. او مشروع مؤين. نموذج اتنين ده. ده المطلوب من حضراتكم ان انتم تعبوا. انا عارف ان انتم سابق عبتوه وسلمتوه لمدام شدية في القسم. مشكورين. لكن مطلوب من حضراتكم تعبوه مرة تانية. اسم المشرف. آآ من داخل القسم. المفترض هيكون في المكان ده. اسم المشرف او المشرفين من خارج القسم. عنوان المشروع. اهو عربي وانجليزي. طبعا عربي انجليزي. انجليزي الاول عربي الاول. مش مشكلة. آآ اسماء طلاب اسمك. تخصص بتاعك. آآ سواء صناعية او آآ ميكاترونيك او انتاج رقم جلوسك آآ مفترض ان انت تتوقع. آآ النصة دي هتتقدم ايه? هتقدم الكتروني. طب هتتقدم فين? هتتقدم في نفس المكان اللي انا هقول لك عنه دلوقتي. اللي هو في قائمة فايل هقولك ازاي? هعمل لك انا باللوقتي بخاص بهزا النموذج ان انت تتسلمه. كل الطلاب في الشعبة دي اللي احنا بنكلم عنها شعبة الهندس الصناعية. بتحط الملفات بتاعتها او النموذج رقم اتنين في آآ هذا المكان اللي انا هقول لكم عليه. انا هقول لك لوس. عايزة نبه بس قبل ما اقول لكم على المكان اللي هتحطه فيه الملف. انه في كلاس ماتيريالس هو طبعا بالمكان اللي انا ها. كلاس ماتيريالس في نموذج تالت. نموذج رقم تلاتة. وده مهم جدا ليميع الطلاب اللي عايزين يغيروا فيه العنوان بتاع المشروع. آآ يغيروا فيه اضافة آآ مشرف آآ حزف مشرف طبعا بمعرفة الاسات زي مش مش الطالب هيقول انا انا مش عايز الدكتور ده. اسم المشرف او المشرفين بعد التعديل اهو. عنوان المشروع آآ بعد التعديل اهو. آآ اسماء الطلاب بعد التعديل يعني لو في حصل اضافة لطالب او اتنين اسماء الطلاب بعد التعديل يعني تحط الناس اللي كانت موجودة والناس اللي تعدلت واحدة حزف خلاص ما تشيله. واحد اضاف تضيفه في المكان ده. ماشي? بحيث ان انا اكون عارف هو مين اللي اضاف ومين اللي اتحذف آآ بالنسبة لليه لطلاب المشاريع. لعله وعسى ممكن يكون فيه طالب اضاف اثناء آآ شغلك في المشروع او طالب بتحول من مكان لمكان. اوكي? واه هنا توقيع المشرف والمفترض ما هو يوقع عليه. آآ يكفي ان هو يكتب اسمه علشان انا عايز النسخة دي برضو الكترونية. يعني توصلني في صورة ملف. اوكي? انا هقفل لنا كده. وطبعا انا هحط لكم برضو تكتبوا الكود بتاع المشروع. يعني انا اعدل في النموذج دلوقتي. واحط لكم اقول له ايه? اقول لك كود المشروع. تكتب لي كود المشروع. اللي انا سابع ان انا نوهيت عليه اللي هو آآ نفسه آآ او الاسم بتاع الخاصة بليه المشروع بتاعك. يعني انا ممكن اجي هنا كده اقول لك هنا ايه? البروجيكت كود. حضرتك بالنسبة للهندات الصناعية. هتكتب والشرطة عشرين واحد وعشرين شرطة وتكتب لي انت المجموعة الرقم كامل? آآ واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. لان احنا عارفين ان ايه? مشاريع صناعية ستة. من واحد لستة. آآ انت طبعا مش مش هتقلف الرقم. لا انت انت خلاص انت تحطيت جوه كود معين وليك كود معين. فانت ما يوصلك بتاعتك هتعرف الكود بتاعك. آآ لكل طبعا الكلام ده لكل التخصصات. لكل الشعب. فانا هسيبدك طبعا دي فاضية. وانت اللي هتعب بيها. او نفس الفورمات دي. آآ ممكن احط لكم نقطة هنا. كيان ايه? تضيف عليها. طبعا انا استني بس ام يحامل الصفقة اهو. اهو. اه. فين بقى المكان اللي احنا هترفع فيه الملف بتاعك. او النموذج بتاعك. هل كل الناس هترفع نموذج رقم اتنين? نعم. كل الناس هترفع نموذج رقم اتنين. اما المين هيعمل نموذج رقم تلاتة فقط? يعني مش كل المجموعات مش كل المشاوية تعمل نموذج رقم تلاتة? لا. النموذج رقم تلاتة معمول مخصوص او يتعمل مخصوص للناس اللي عندها اي تعديلات. تعديل في بتاع التعديل في التعديل في اسمها الطلاب. اه اللي هي التلات هناصر اللي احنا قلنا عليها داخل النموذج. اوكي? طب هترفع النموذج ده فين? انا هعمل لك هنا بفولدر جديد. فولدر جديد. واه اقول ايه? ده المكان اللي هترفع فيه النموذج رخم ايه? اتنين. هقول له نيو فولدر. هقول له فورم تلاتة. هقول له كرييت. يبقى الناس لما تيجي ترفع النموذج رخم اتنين هتخش هنا كده. وبعد كده تعمل ايه? تعمل ابلود. ابلود. اوكي? او تجيب الملف من على الجهاز بتاعك وتعمله هنا. يعني تنقله هنا او ترميه هنا. اوكي? سحب والقاء. اوكي يا شباب? طيب ده عايز ارجع تاني الجينرال. اه فهمنا الجينرال فيها ايه? اه دي خاصة بجميع مشاريع شعبة الهندسة الصناعية. اوكي? نفس الكلام موجود عندكم هنا فيه. لو احنا حبينا نخش مسلا على شعبة فيها نفس الكلام. معامل تناشر تشانيل كل تشانيل فيها الطلاب بتوعها. يعني مسلا تشانيل رقم واحد. اه اقول لكم مسلا على اسماء الناس اللي فيها. تشانيل رقم واحد وتفاصيلها. اه دكتورة رانية. اه استاذ الدكتورة رانية هي السوبردايزور. اه اه عندها اللي هم الطلاب اهم دول الطلاب اللي موجودين معاها. اوكي. اه نرجعت انت لو انا طبعا عايز اعرف اول بتاع المشروع ايه? اهو. ماشي? ده 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 عنوان. اه لو حضراتكم في عايزين تشوفوا برضو. عايزين تشوفوا الملفات. اهو فايلز. كلاس كتابينا هم وده التلات نمازج. ازاي معنا ازاي نعبيهم. اه اه نرجع تاني كده في في البوست سنة تقدر ان انتم اه كل الناس تقدر تعمل بوست. اه وهكذا. وده الاعلان اللي انا عمله تقدر ترد عليه. اه طبعا وانتوا عارفين المواضيع دي كلها. اوكي? وانا طبعا تعالوا نقول لنا حدد معاد من دلوقتي. اقصى معاد تيوصلني في النموذج. فين? بالنسبة لشابت ميكاترونيك هنا. في الفايلز. هعمل طبعا جديد هنا. اه واسميه فورم تو. فورم تو. وهاجي. طبعا ده المكان اللي هيتحط فيه النموذج. طبعا هتسايبه عندك على الجهاز اه او لو هم تسايب على طول ارفع. اه بس لازم يكون مطابق ليه اخر تعديل بالنسبة للنموذج اللي انا حطيته. اه هنعمل فولدر جديد. عشان انتم بقى العملية بس من التنظمة. فورم هيتحط هنا الفورم سري. تخش جوه كلمة اه الفولدر. بتاعك او النموذج بتاعك على من على الجهاز بتاعك. اوكي? ده بالنسبة ليه? اه طبعا بتاع شعبة ميكاترونيك هيكون مختلف. هيبقى ميكاترونيكس. اه عشرين واحد وعشرين. اه داش. اه زير واحد زير وتنين على حسب هو بتاعتك رقمه كامل هو نفسه رقم الكود بتاع المشروع بتاعك. اه كده النموذج ده جاهز. اقول له هو كده تسايف. اه وزي ما قلت لحضركم مطلوب تسليم النمازج دي. حد اقصى اه خمس ايام نعطي نقول خمس ايام. اصبوع يبتير. خمس ايام يعني يوم عشرين خمسة هنقفل باب اللي انك تبعت لي نموذج. عشان نلتزم بالمعاجل. اوكي? لو في اي استفسارات ابعتولي على هذا معاكم دكتور محمد مصطفى رئيس لجنة او منصق العام لمشاريع التخرج. لو عندكم اي استفسارات خاصة بمشاريع التخرج. اي حاجة. اي حاجة ليه علاقة بمشاريع التخرج. اه من فضلك تواصل معايا دكتور محمد مصطفى. ودي اللي تجمعنا ان شاء الله. اه من واكل التاني لو في حاجة جديدة ممكن برضو اعملكوا فيديو شبيه بكده. اوكي يا شباب? اه نلقاكم دايما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.